أهلا وسهلا بكم الحلقة دي هتجاوب على سؤال مهم تردد مؤخرا بسبب قصص المشاهير اللي بيرجعوا تاني للي قالوا انه بيؤذيهم واجعوا دماغنا يشتكوا وفجأة فجئنا انهم بيرجعوا تاني ولكن هنسيب للنميمة على جنب لان تفاصيل حياة الناس لا تخصنا ومش من حقنا نحكم على حد ما نعرفوش وزي ما انتوا عارفين رأيي دايما المبلغة في متابعة الانفلوانسرز والترنز والمشاهير شيء ضر مش حاجة كويسة والناس اللي انتبعاني على فيسبوك انا قلت رأيي بصراحة في الموضوع ده ولكن احنا ممكن نركز في اعتبار الاحداث مناسبة للحديث عن موضوع مهم وهو ان ممكن انتوا كمان تتحطوا في نفس الموقف لقدر الله فيلا بينا نجاوب على السؤال الذهبي ليه الضحية رغم ان هي فهمة اللي بيحصل ومعترفة ان هي بتتعرض لازم متعمد وقالت دب نفسها وطلبت مساعدة وجايز تكون بتشتكي بصوت عالي وبتقول للناس انقذوني وساعدوني وبدأت تحصل فعلا على المساعدة ولكن في نفس الوقت مش قادرة تمشي وتسيب العلاقة وانا هنا مش بتكلم على القصة للترند بتكلم علينا خلينا نركز في نفسنا نبص في المراية كتير مننا وكتير من الناس اللي حوالينا مروا فعلا بهذا الموقف او بيمروا فيه حالية ليه الضحية كل ما تحاول ترجع تاني ليه الدراسات النفسية بتقول ان غالبا الناس اللي بتتعرض للازم خصوصا الستات بتاخد اكتر من سبع محاولات عشان تقدر في الاخر تنجح في المحاولة التمنى او ما بعدها هنشرح ليه نفسيا وكمان نقدم اول طريق التعافي في اخر الحلقة دي فاسمعوني الى الاخر الكلام موجه في الحلقة دي لأي شخص راجل او ست من اي سن او مستوى اجتماعي او ديني او ثقافي بيتعرض لاذا نفسي او بدني او تلاعب في علاقة سامة مع شخص ما نرجسي او اي نوع من الابيوزر مش مهم نحصر الموضوع في تشخيص النرجسي من عدمه خلينا نتكلم بشكل اوسع على اي شخص يستخدم حال التلاعب او يستخدم حال الاذاء وهيستخدم التكنيك اللي هنشرحه في الحلقة دي ومش لازم العلاقة تكون حب وجواز على فكرة نفس السايكل دي نفس الديناميك اللي هنشرحه ده بيحصل في الشغل بيحصل في العلاقات الاجتماعية بين القرائب في داخل الاسرة الواحدة ما بين الاهل واولادهم بيحصل في جميع اشكال العلاقات الانسانية لو احد طرفيها شخص مؤذي تعالوا نشرح بالتفصيل اول عامل في الموقف ده هو التصنيف النفسي للضحية احنا مش هنفترض دايما ان الضحية شخص سليم نفسيا قد يكون شخص بيحاول يساعد نفسه يكون سليم نفسيا او لا قد يكون شخص عنده مشاكل نفسية تؤدي ان هو او هي يقع دايما في التلاعب او يخضع عليه بشكل معين او يكون ردود افعاله في حد ذاتها محتاج علاج فهل الشخص الضحية اللي بنتكلم عليه شخص سوي نفسيا ومجرد وقع في الخداع وبيحاول يخرج منه ولا زي ما قلت شخص هو كمان عنده مشاكل نفسية بسبب شكل تربيته في اسرة كان احد الابوين او كلاهما فيها مؤذي وفي حلقات سابقة شرحنا جوانب كتير جدا متعلقة هتلاقوها في قسم قوائم الحلقات على القناة فالناس اللي بتسمعنا جديد او الناس اللي بتعتمد في سماع الحلقات مجرد انها تظهر لهم بالصدفة على يوتيوب دوسوا اسمي تحت الفيديو ده هتروحوا على القناة نفسها هتلاقوا هناك تأسيمات من ضمنها قسم البلايلست او القوائم depending على اللغة اللي بتسمعوا بيها دوسوا عليها هتلاقوني فهرسلكوا الحلقات بالموضوع فمن ضمن المواضيع المهمة جدا اللي لازم تتسمع مع الحلقة دي حلقات قائمة حلقات النرجسي داخل الاسرة قائمة حلقات اشكال الاذاء قائمة حلقات حية للتلعب مهم جدا ان انتوا تسمعوهم قائمة مع بعض عشان تفهموا الموضوع بشكل واضح فمثلا الشخصيات الحدية والهستيرية والاعتمادية بيشتركوا في انماط ارتباط عاطفي متطرفة جدا اما يتدلقوا تماما في العلاقة او العكس فجأة ينقلبوا على الشخص للنقيد وممكن يفضلوا راحين جايين ما بين النقيدين دول زي البندول كده رايح جاي بحبك بكرهك بحبك بكرهك اكستريم يعني مش حتى مشاعر طبيعية لما مشاعر مبالغ فيها جدا في النقيدين والشخصية الحدية والاستيرية بيشتركوا في حبهم للدراما وجذب الانتباه واستخدام الابتزاز العاطفي للحصول على اللي عايزينه من الناس يعني من السهل ان هم يعيطوا ويصوتوا ويقطعوا قلبنا عشان نديهم اللي هم عايزين وهما ضحية يعني انا كده بتكلم عن شخص مش هو بقى المؤذي المعتدي لا ده هو الضحية وبس في نفس الوقت بيستخدم بعض ضحية للتلعب فكل دي عوامل ناخدها في الحسبان ولكن احنا في العموم في الحلقات بنفترض اننا بنكلم ناس اقرب للسواء النفسي بما انهم هنا بيوعوا نفسهم ويبحثوا عن حلول لمشاكلهم وبنفترض ان معظم الاجيال الموجودة حاليا تعرضت لاشكال من الإزاء والتلعب النفسي والعاطفي داخل الأسرة وفي المجتمع بما اننا تكلمنا قبل كده على المجتمع النرجيسي والمشاكل اللي بيسببها والأسرة النرجيسية والمشاكل اللي بتسببها فبالتالي ده بيؤثر على رؤية معظم الناس لأنفسهم وللحياة وتعملاتهم وعلاقاتهم محتاجين يزبطوا ده نفسيا عن طريق التوعية زي ما احنا بنعمل هنا وكمان ده بيؤثر على انجذبهم لأشخاص نسخة من الأهل المؤذيين أو أشخاص نسخة من النماذج اللي اتبعت لهم اجتماعيا وفي الميديا على ان دول نموذج الشخص الناجح الشاطر اللي بيلعب بالبيضة والحجر اللي هو في الآخر شخص متلاعب نفسيا زي في الأفلام والمسلسلات زي الباد بوي بيتقدم على إنه أو المجرم أو البلطاجي بيتقدم على إنه وده نموذج الشخص الناجح في الحياة فيبقى فيه ناس كتير في الحياة نفسها تقلده وناس تانية نفسها تحبه لأنها حبته على الشاشة أو في الفيلم أو في المسلسل او في الاغنية وده انا اشنا بالتفصيل في حلقات النارجسي داخل الاسرة وحلقات النارجسي والحب وحلقات الميديا والنارجسية مهمة جدا برضو تسمعوا المقدمة دي كان لابد منها عشان اكون واضحة انا بكلم مين وباني التحليلي ده على ايه فيه طبعا حالات مختلفة خارج النطاق اللي انا شرحته ده لازم التنويه عشان نبقى واضحين جدا من الاول بما ان الوعي النفسي زاد الحمد لله خلال السنتين الماضيتين بالذات فكتير بقوا عارفين تعبير متلازمة ستوكوم مدينة جميلة في السويد ولكن للأسف اسمها هي عاصمة السويد واسمها ارتبط بحادثة غريبة حصلت سنة 73 ابقوا جوجل عرفوا تفاصيل حدث مش عايزة اقوله لان يوتيوب ساعد بيعتبر بعض الكلمات المفتاحية دي بتعمل مشكلة في توزيع الحلقة فجوجل هتلاقوا التفاصيل المهم مشكلة القصة دي ان رهاء انواعه في حب الخطفين ودفع عنهم لدرجة ان واحدة من المخطفين اتخطبت لأحد الخطفين فجوجل وشوفوا القصة وده بأصبح التعبير ده المستخدم لوصف حالة الارتباط العاطفي المرضي التراوما باندين مع الشخص المؤذي حالة عاطفية عبارة عن ايه الموضوع ده حالة عاطفية تؤدي لعكس فطرة الانسان السوي للنقيد يعني ايه الانسان السوي بيهرب من الازى ويحمي نفسه منه يعني بيجري ناحية حماية نفسه ويهرب من الازى الشخص اللي حصله لاخبطة نفسية بيجري على الازى ويمسك فيه ويرفض يسيبه حتى وهو بيؤذي نفسه بنفسه وبيفقد نفسه تماما وبيتضمر وبينهار وبيتلاشى في هذه العلاقة زي ما قلت النوع ده من الارتباط اسمه تراوما باندينج الارتباط المبني على الازى يعني مش ارتباط رغم الازى لا ارتباط بسبب الازى ادمان للازى نفسه ازاي نشرح في علاقات الحب العادية بندمن هرمونات السعادة والنشوة المرتبطة بوجود المحبوب في حياتنا المحبوب ده أولادنا أبهاتنا أمهاتنا أزواجنا وزوجاتنا الناس اللي بنحبهم صحابنا أي حد رائب مننا وعشان كده بيوحشونا لما يغيبوا ونبقى مشتقن لهم ونفسنا نشوفهم ونسعى إلى أننا نكلمهم ونشوفهم ونتواصل معهم وده ادمان حميد لو صح التعبير لأنه بيقوي علاقاتنا الصحية ومهم لصحيتنا النفسية أننا نتواصل عاطفيا مع الناس اللي حواليا أما في العلاقات السامة فبيتحول لإدمان مرضي محتاج عليك بييجي منين الشخص المؤذي لو فضل وحش على طول الخط الضحية هتفوقه تجري محدش في الدنيا يفضل قاعد عند حد بيديقه وبيئذيه وبيعذبه وبيشتمه وبيهدله نفسيا وبيحسسه بالنقص على طول على طول على طول من غيره ولا لحظة حلوة هيقعد يعمل إيه لكن تعريف الأذى التعريف بتاع الأذى نفسه أنه بعض الوقت ركزوا معايا جدا في هذه النقطة لأن الناس كتير قوي هتنقذ نفسها بناء على الكلمة دي أن الأذى ليس طول الوقت وليس لكل الناس ولكنه للشخص الشخص المؤذي قرر أنه يستولي عليه وبعض الوقت فقط وبالتبادل مع فترات من الهدنة وجايز فترات من الحب والرومانسية المفرطة كمان المؤذي المتعمد بيستخدم أسلوب الثواب والعقاب المتبادل باستمرار عشان يضرب الضحايا أو الضحية ينفذله طلباته شرحنا دورة الأذى بالتفصيل في حلقة الإذاء البدني قائمة حلقات الإذاء ضروري جدا تسمعوا مع الحلقة دي يعني دايما بعد الأذى الشديد لازم تيجي مرحلة رومانسية وحب مفرطة واعتذارات وهدايا ووعود بالتغيير وكل حاجة حلوة وجميلة الضحايا كان نفسها فيها ليه دا بيلخبط الضحايا عاطفين جزء من وسائل الدفاع حية للدفاع النفسي هي السايكل دي الهوت كولد سيستم دا ومش بس بينسيها الأذى دا بيخليها تنتظر الأذى يا نهارة بيض أه للأسف الشديد اللخبطة النفسية دي بتوصل لأن الضحايا تنتظر الأذى لأنها عارفة أن بعده في مكافأة ويبدأ الإدمان المرضي من النقطة دي ففي سبيل الحصول على جرعة المخدرات العاطفية اللي بتيجي من مرحلة الرومانسية والحب اللي بتيجي بعد الأذى الضحايا تبدأ تنتظر وتتحمل التلاعب والأذى الشكل دا من التلاعب النفسي بيعمل الارتباط عاطفي مرضي طبعا جدا ولكنه عنيف جدا بين الضحايا والجاني والربطة دي بتزداد مع الوقت بتزداد قوة لأنه هما الاثنين ايه بيعتمدوا على بعض في تنفيذ دورة الأذى يعني علاقة المدامة متبادلة زي ما شرحنا على الحلقة اللي فاتت عشان كده كان لازم أحكي الحكاية الحلقة اللي فاتت الأول وإحنا عارفين إن المؤذي مدمن للأذى يعني بيفتعل الأذى للحصول على الأذى يعني الناس اللي فهم إن الأذى بيجرى كرد فعل لحاجة عملتها الضحايا لازم يفوقوا من المفهوم دا والمجتمع كله لازم يفوقوا من المفهوم دا إن لما واحد أو واحدة يجو يشتكوا إن حصل لهم مشكلة أو تعرضوا الأذى يقولوا له شوف عملت إيه عشان سببلك دا لا الشخص المؤذي المتعمد مدمن للأذى فبيؤذي عامدا وبشكل متكرر ومتزايد عشان يحصل منه على اللازة زي أي إدمان يعني بيدور عليه بيفتعله هتفهموا دا بالتفصيل في حلقة الإذاء البدني اللي إن شرحنا فيها دورة الإذاء فالمؤذي محتاجة ضحايا يحصل منها على متعة السيطرة والاستغلال واللي بتخليه يشعر بالنشوة دي والضحايا وقع تحت تأثير نفسي مخليها منتظرة المستحيل إيه هو المستحيل اللي منتظرة الضحايا إن الإصلاح والتغيير هيجي من نفس الشخص اللي هي وعية تماما إن هو بيؤذيها عامدا قادي المصيبة الموجودة داخل وعي عقل وقلب ومشاعر كل شخص ما زال داخل علاقة هو عارف أو هي عارفة كويس جدا إن هما بيتؤذوا فيها اللي مخليهم مستنيين بجانب إدمان الأذى اقتناعهم التام إن في إيدهم يصلحوا ذلك الشخص وإن الإصلاح والتغيير والسعادة هيجوا من نفس مصدر الأذى هيجوا من نفس الشخص اللي هم عارفين تماما وعين تماما إن هو بيؤذيهم وإنه متعمل بس مش عايزين يواجهوا الحقيقة دي انتو فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قلتلكم اللي اعتماديين مش عايزين حد يعرفهم الحقيقة فاحنا دلوقتي تاني بنضغط على الجرح تاني انتو الناس اللي وقع في العلاقة حطين بلايند سبوت مغمين حطة ظلمة ضمركو بيوجعكو بيقولها لكو ألا وهي انتو عارفين إن اللي بإذيكو ده متعمد ولكنك بتتجهلوا هذه الحقيقة عشان خايفين من مواجهة التغيير بمعنى آخر ألم التغيير ألم الهرب ألم النجاة أصبح أكبر عند الضحية من ألم الإيذاء لهذه الدرجة دي مشكلة وخطورة مشكلة وخطورة الوقوع في الإدمان المرضي لعلاقة مؤذية وبكده اتضح لكم شكل العلاقة الاعتمادية قد إيه مريض بين النرجسي وضحيته وبكده وضحت جدا مراحل دورة الاستغلال النرجسي شرحناه في حلقة منفاصلة اللي لا يمكن تتوقف إلا بموت أحد الطرفين مش هتوقف الشخص اللي في حياته شخص مؤذي لازم يعرف إنه هو مهما بعد عنه هيفضل يطلع في حياته كل شوية كتير عالسوشال ميديا في حفلة في لقاء فجأة يدور عليه ويكلمه أي حاجة هيفضل يطلع كل شوية ودايما دورة الاستغلال دي المستمرة دي اللي عمرها ما توقف دي هيكون فيها مرحلة انفصال لازم يتبعوا مرحلة عودة عنيفة متفجرة كأنها بداية علاقة رومانسية جديدة كأن الاتنين دولت بدلوا رميناهم وجبنا ناس جديدة وننسى خلص التاريخ لسه ولازم ييجي بعد الرومانسية دي مرحلة الاصدراء والإلقاء والتخلي وبعدين مرحلة الانفصال وبعدين مرحلة العودة وهكذا 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 لغاية ما حد فيهم يفتص مفيش حل تالت تمام؟ فإذا الحل في إيد الضحية فقط إن هي الناس اللي بتسألني نعمل إيه علشان المؤذي يتخلى عننا أمه ولا حاجة مفيش أي حاجة هتقدروا تعملوها عشان تتلاعبوا بالشخص المؤذي المتلاعب المحترف المجرم ده عشان هو أو هي اللي يعملوا وإلقاءه تخليوا يسيبوك ده تفكير ملتوي جدا عشان خايفين من المواجهة الحقيقة هي إن لازم اتخاذ قرار في الحياة بشكل قاطع واللي مقدرش يعمل ده الواحده لازم يلجأ لمتخصصين يسندون هو يعمله المشكلة هنا إن الضحية بعد تكرار الدورة دي عدة مرات في حياتها أصبحت عارفاها متوقعاها عارفا إنها تفضل تحصل وعارفا وفاهمة إنها في حتة غلط وعارفا الحل الحتمي إنها لازم تجري وتقفل الباب اللي جاي لها منه الأزدة ولكن نفسيا الموضوع صعق ومخيف ومؤلم نفسيا وجسديا بسبب التأثير النفسي بتاع الارتباط المرضي ده لأنه بيأثر على كيميا المخ بيأثر على الهرمونات اللي في الجسم وتوازنها وبالتالي لازم المريض يبقى فاهم أو الضحية تبقى فاهمة إنها هيحصل سايد إفاكتس هيتعرضوا لبعض الألام النفسية والجسدية تتراوح شدتها بقى ما بين خفيفة إلى شديدة جدا حسب مدة التعرض وحسب شدة الإيذاء وارتباطهم بهذا الشخص ومع ذلك بيكون القرار صعب رغم إن صحة الضحية غالبا قد تكون في تدهر وانهيار سواء نفسيا أو جسديا بسبب التوتر المستمر والإيذاء اليومي حلقة التكلفة الصحية للبقاء في علاقة نرجسية مهمة جدا 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 أي حد بيحاول ينقذ نفسه يسمعها وأرجوكوا إقروا التعليقات عشان المستمعين والمستمعات من جميع نحاء العالم شاركونا قصصه المعلومات اللي قلناها دي مهمة جدا ليه لكذا سبب الضحية سواء راجل أو ست اللي بيسمعوا الكلام ده دلوقتي لازم يعرفوا إن عليهم مجهود مقاومة ولو مش قادرين لوحدهم لازم يستعينوا بطبيب نفسي في حلقة تفصيلية في الموضوع اسمها خطة الهرب من السجن النرجسي فيها كل التفاصيل اسمعوها كمان يا ريت اللي بيحاولوا يساعدوا الضحايا يبطلوا يكرروا عليها الضرر أو عليه الضرر اللي هما بيتعرضونه الضحايا فاهمين كويس جدا المفروض بعد ما فهموا أصل المشكلة يحتووا الضحايا ويشعروها بالاطمئنان والمسندة ويشجعوها تروح لطبيب نفسي لأن هي كمان بقى عندها مشكلة نفسية محتاجة عليك طيب هل في حل للمأساة دي؟ الربطة دي تضعف وتنكسر في حالة واحدة فقط قطع الاتصال تماما ونهائيا مع الشخص المؤذي وتحمل أعراض لانسحاب من الإدمان العراض لانسحاب دي هتكون زي أعراض لانسحاب من الإدمان المواد بالضبط نفسية وجسدية وفيها ألام وفيها أصداع وفيها مشاكل ومحتاجة مسندة محترفة أول وأهم خطوات مرحلة التعايف من الإدمان هي البعد التام عن المسبب ففي حالة إدمان شخص لازم بلوك تماما من كل مواقع التواصل من التشات من الرسائل من التليفون والإيميل غلق التليفون فورا لو اتصل من رقم غير معروف ما تردوش تماما لان حتى الرد للخناء أو ما تتكلمنيش تاني أو انت بتتصل بيا ليه أو حاجة بهذا من الشكل يعتبر رد من وجهة نظر المستغلة اللي عايز أي رد فعلي من أي نوع حتى لو كان رد فعلي سلبي لان ده بيثبت له المنظر اللي انتوا شايفينه في البوستر بتاع الحلقة إن هو ما زال مسيطر عليكم وبيحرقكم بالفتر تتفادوا تماما التواجد في نفس الأماكن اللي بيتواجد فيها هزا الشخص وما تتحكوش على نفسكم ده أنا روحت بالصدفة فقمت وتكون أنت اللي رايحة برجليك تتفادوا تماما المغادرة فورا لو قابلتهم صدفة في الشارع أو في أي مكان عام أو خاص في حالات حتمية التواصل في الشغل في مثلا بعد الانفصال في أطفال حاجات بالشكل ده تقليل التعامل لأقل درجة ممكنة وحصروا في نطاق موضوع واحد فقط مهم إن لازم ضروري ما فيش طريقة إلا إن انتوا التتواصلوا عشان تحلوه تفاصيل صغيرة جدا مرتبطة بموقف فقط ما يعرفش أي حاجة عن تفاصيل حياتكو ولا يتعامل معاكو ولا يكون معاكو أي وسيلة اتصال يكلمكو في أي وقت أو يشوفكو في أي وقت تكنيك الجري روك تكنيك الزلط الرمادي أو الطوب الرمادي اسمعه حلقة كيفية إنهاء علاقة نرجسية فيها التفاصيل لكل أشكال العلاقات ولو الموضوع صعب لوحدكو تاني وتالت ورابع استعينوا بمتخصص نفسي هل ده كل حاجة متعلقة بالموضوع؟ لا في عامل تاني مهم جدا هو التعاطف المفرد الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم أكتر عن التعاطف المفرد إزاي بيحول صفة جميلة بتكون عند الناس اللي بيقعوا في المشاكل النفسية لصغرة خطيرة يدخلو لكم منها المتلعبين والمؤذيين في كل أشكال العلاقات حتى في الشغل وخصوصا في دورة الاستغلال ومرحلة استعادة السيطرة كل ما الضحية تحاول تهرب الحلقة الجاية هنشرح إزاي المستغل المتلاعب بيقدر يقنع الضحية رغم التاريخ السود كله أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله